السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين في هذا الفيديو بدنا نجي نشوف مع بعض الأجهزة اللي حصلت على تحديث 12.5 من شاومي المحسن شو هي الأجهزة اللي حصلت حتى هذا التاريخ وحتى تصوير هذا الفيديو خلينا نجي نشوف شو الأجهزة اللي حصلت على التحديث المحسن طبعا في عنا النسخ الصيني أخذت في منها التحديث المحسن وفي عنا النسخ العالمية خلينا نيجي على النسخ أول شي النسخ الصينية اللي حصلت على التحديث المحسن عنا المي إلفين برو والألترا حصل على التحديث محسن ورقم التحديث 12.5.12 والمي إلفين حصل على 12.5.10 والمي إلفين اللي هو هنا الصيني وهنا كمان المي إلفين اللي هو نفسه حصل على اللي هو في عندك التحديث المحسن رقمه عشرة وهي رقم إحداش يعني حصل على اثنين تحديثين محسنة تمام. الريدمي كي اربعين اتنعاش خمسة خمسة. حصل على تحديس محسن. الريدمي كي اربعين اخد كمان تحديس اتنعاش خمسة ستة. والريدمي كي اربعين برو وبرو بلاس. اتنعاش خمسة خمسة. الريدمي نوت تسعة فايف جي الصيني. هذا بيجي معالجه سبعمية وخمسين. اه اتنعاش فاصل خمسة فاصل ستة. هذا التحديس محسن. الميتن اس. اتنعاش فاصل خمسة فاصل تمانية الميتين الترا ايضا اخد اتناش فاصل خمسة فاصل اربعة واخد اتناش فاصل خمسة خمسة والميتين برو والميتين برو اتناش فاصل خمسة فاصل سبعة وعندك الميتين اتناش فاصل خمسة فاصل سبعة. وهي عندي جهاز اللي هو الميتين هذا الجهاز اخد تحديس اتناعش فاصل خمسة فاصل سبعة. التحديس هذا اللي هو المحسن. هذا التحديث للنسخة هذه اللي معي الميتين وأنا حكيت عنه قبل هيك وهين بجرب فيه عشان أديكم الزبدة في هذا الموضوع وبخصوص هذا التحديث طبعا كل جهاز حصل على التحديث المحسن يعني مش شرط أنه يحصل على مومر اكستنشن على اللي هو بسموه اللي هو توسيع الذاكرة يعني هاي الميتين حصل على تحديث محسن ما حصلش على توسيع الذاكرة وهين بحثنا عن الموضوع ما لقناه موجود فيه بتحديث اللي هو توسيع الذاكرة لكن جهاز تاني مثلا البوك أفتري حصل على توسيع الذاكرة وهذه المواصفاته هو هاي رقم التحديث 12.5.7 مستقر زي ما هو أمامكم وهنا أجا ميزة حلوة كتير كتير في هذا التحديث اللي هو لما نيجي نطفي الجهاز أجا فيه اللي هو اللي هو الفوق نطفي الجهاز اللي تحت بيعمل أعادة تشغيل وهذه الميزة كنا ننتظرها من زمان كانت عن نسخ البيتا والآن الميتين صدر إلو هادئ اللي هي لطريقة العملية أو نظام أو شكل إطفاء الهاتف بعد الميتين فيه عندنا الريدمي كي 30 برو 12.5.3 وعندنا الريدمي كي 30 برو أيضا حصل على 12.5.3 و12.5.4 تحديثين ما أخذ عندنا الريدمي كي 30 اس ألترا اللي هو 12.5.4 والميميكس اللي هو 12.5 أيضا فاصل أربع هذه الأجهزة كلها حصلت على التحديث المحسن النسخ الأخرى الجلوبال هاي النسخ العالمية النسخ العالمية اللي حصلت اللي هو البوكو الفتري اللي هو رقم التحديس 12.5.3 وهي لو واجهنا الجهاز هاي الجهاز موجود معنا وهي الجهاز وهي التحديس وهي التحديس حول الآتف تمام هاي التحديس 12.5.3 وهذا التحديس المحسن واجه معاه اللي هو توسيع الذاكرة هاي هنا في الاعدادات الإضافية لو اجينا هنا على الاعدادات الإضافية وفي عندنا هنا توسيع الذاكرة هاي توسيع الذاكرة فعال وانت بتستخدمه وبتطفيه ولازل طفيه او شغلته تعمل عملية اطفاء للهاتف حتى يتم تفعيل هذه الميزة واذا انت حاب تحط عندك الميزة هذه انا عملت عليها فيديو ممكن تحطها عليها جهازك بدون تحديس شاومي اللي يصلك قبل ما يحصل التحديس شاومي حطوا لك فيها في العالم البيضاء إذن النسخ العالمي البوكو أفتري وصله تحديث محسن ووصله توسيع ذاكرة عنا الهندي النسخة الهندية المي إلفن إكس هو المي إلفن إكس نفس مواصفات البوكو أفتري وصله تحديث محسن ورقم التحديث نفس الرقم 12.5.3 طبعا التحديث المحسن فيه ناس يمكن يكون ما وصلها التحديث المحسن لكن هيصل لك التحديث المحسن وإذا حاب تنزله يدوي فيه طريقة لتنزله يدوي ما فيه أي مشكلة بالنسبة للتحديث المحسن إنك تنزله بطريقة يدوية عندنا هنا اللي هو النسخة الأندونيسية حصل المي إلفين ألترا الأندونيسي على تحديث 12.5.4 هذا التحديث محسن بالنسبة للنسخة العالمية الأندونيسية بعد هيك طبعا بعد هذه التحديثات اللي عند 15 و 16 اللي هو الأوغاست تمام عندنا في 16 أوغاست 16 الشهر وصل تحديث 12.5 المحسن لجهاز الميتينتي والميتينتي برو نسخة صينية هذا الجهاز في الصين بيقوله كي تلاتين هذا الجهاز اللي هو الميتينتي والميتينتي برو وصله تحديث أيضا محسن فبالتالي Sacramento لأتي الأجهزة لحد اللحظة اللي وصلها التحديث المحسن وهذا آخر ما توصل إليه اللي هو التحديث هذا وإن شاء الله بيصل لباقي الأجهزة وننتظر قريبا أي تحديث جديد إن شاء الله بنحكي لكم عنه لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس حتى نزالكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام